حيث يتواصل توافد القادة والزعماء العرب في الوصول إلى البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة المقرر انطلاق فعالياتها غدا هذا ومن المقرر أن تبحث القمة والحلول السلمية الشاملة والمستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كفة وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار في قطع غزة وتوفير احتياجاته الإنسانية ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ورفض التصعيد العسكري في المنطقة في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم ومنع النشوب الصراعات أو توسعها ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض ترجمة نانسي قنقر